السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار يا شباب جاهزين نبدأ? هنكمل مع بعض الجزء الثالث والأخير من محاضرتنا النهاردة. تكلمنا مع بعض في الجزء الأول والتاني على تعريفات عامة عن إدارة جودة المشروع بروجيكت كوالتي مانجمنت. وكلمنا فيه الجزء الفات على البلان كوالتي مانجمنت وطلعنا بيها بيه الكوالتي مانجمنت بلان. نقص لنا عمليتين فقط هنتكلم عنه من شاء الله تعالى في السيشن دلوقتي. هنتكلم على المانجي كوالتي 8.2 وهنتكلم على كونترول كوالتي 8.3. كلمنا مع بعض إن الفرق ما بين المانجي كوالتي والكنترول كوالتي إن دايما المانجي كوالتي بيبص على البروزيس ودايما الكنترول كوالتي بيبص على الديليفرابل. وبالتالي لما بنتكلم على المانجي كوالتي بأثناء الإكسيكيوشن أنا عايز أتأكد إن تعليمات الجودة اللي حددناها في الـ Quality Management Plan بتتنفذ ولا لا في مرحلة الـ Execution وبالتالي المدخل الرئيسي عندي الـ Quality Management Plan هي دي اللي أنا فيها الخطة بتاعة إدارة الجودة وبالتالي دي دخلة معايا كمدخل عشان أثناء التنفيذ أتأكد يا طرح أنا ماشي تبقى لخطة إدارة الجودة ولا لا وبرضو معايا Lessons Learned, Quality Control Measurements Quality Metrics and Risk Reports طيب Lessons Learned حجلنا وإحنا بنتكلم عن Knowledge Area اللي خاصة بالإنتيجريشن الـ Quality Control Measurements دي جاية من الـ Control Quality بس إحنا لسه في مرحلة الـ Execution طب إزاي بيجيلي إمبوت من مرحلة الـ Control زي ما قلنا وحنعيد تاني الـ Progressive Elaboration فمرحلة الـ Manage Quality على مدار المشروع وعلى مدار المشروع ممكن يطلع لك الـ Deliverable الـ Deliverable يروح لمرحلة الـ Control Quality يا إما يعدي وتوصل الـ Deliverable يروح ليه الـ Validate Scope يا إما يرجع مرة تانية لـ Manage Quality عشان يشوف إيه المشكلة ونحلها وبالتالي الـ Manage Quality ممكن يجي لها حاجة من الـ Control Quality زي ما بصنا على الرسمة في الأول أفكركم بالرسمة عشان جاولتوكم الرسمة دي مهمة جدا فـ Manage Quality زي ما أنتو شايفين داخل لها حاجتين داخل لها الـ Plan والـ Matrix اللي جايل لي من الـ Plan Quality Management وكمان الـ Control Quality اللي داخل لها الـ Deliverable Maybe Deliverable يعدي ويروح ليه الـ Validate Scope أو يرجع مرة تانية لو فيه internal defects فأنا برجعه عشان أحل المشكلة وبالتالي أنا برجعه طبعا معات change request لو فيه مشكلة عشان أحلها ففيه حاجة بنراجع كده زي ما أنتو شايفين جاية من الـ Control Quality بنراجع كده رايحة الـ Manage Quality اللي هي فيها إيه؟ اللي فيها الـ Quality Control Measurements فالـ Quality Control Measurements هي الـ Output بتاع الـ Control Quality بس بتدخل معايا كـ Input في الـ Manage Quality فدي مهمة أوي لازم تبقى أنتو عارفين على فكرة الرسمة دي اللي تشرح لك الحدوتة كلها فالرسمة دي لازم تبقى واضحة لكم جدا فتاني الـ Manage Quality داخل لها الـ Plan داخل لها من الـ OBA الـ Quality Templates اللي أنا حشتغل عليها داخل لها كمان الـ Quality Control Measurements اللي جاية لي بنراجع من الـ Control Quality كله دول داخلين لـ Manage Quality طيب إيه المخرج الرئيسي بتاعها الـ Quality Reports تطلع لك بقى تقارير خلي بقى لك هي بتخل لها Information فالـ Information اللي جاية لي من هنا تحول إيه لتقارير تقارير الجودة عشان نشوف بقى تروح للـ Different Stakeholders المعنيين بالجودة ممكن بعض التقارير تروح للـ BMO بعدها تروح للـ Program Manager بعدها تروح للـ Client وتروح ليه الـ Sponsor على حسب يعني نوعية التقارير طيب نكمل مع بعض طيب يبقى أنا عندي المدخل زي ما أنتوا شايفين اللي أنا عندي فيه الـ Quality Management Plan داخلنا عندي Lessons Learned Register داخل معي الـ Quality Metrics اللي اتنين دول كانوا طالعين لي من مرحلة الـ Plan Quality Management داخل معي الـ Quality Control Measurements اللي جاية لي من الـ Control Quality وداخل معي الـ Risk Reports والـ OBA عشان أخذ منها التمبلتز المخرج الـ Quality Report زي ما شرحنا مع بعض طيب الـ Quality Report وطالع معي كمان لو أنت بتعمل تستنج النتائج بتاعت التستنج نفسها التست and evaluation documents ومي بي تاخد change request وعندك update للـ Plans وupdate للـ Documents إذا لازم العمر التولز والتكنيكس التولز والتكنيكس الـ Checklist الـ Alternatives Analysis , الـ Document Analysis الـ Process Analysis الـ Road Cause Analysis كلمنا على بعضهم والـ Road Cause ما تكلمناش عنه نتكلم عنه دلوقتي المالتي Criteria Decision Analysis كلمنا عنها الـ Affinity Diagram تكلمنا عنها الـ Cause and Effect Diagram هنتكلم على حاجة اسمها IshiCow أو الـ Fishbone Diagram هنتكلم عنه الـ Fishbone Diagram الـ Flow Short تكلمنا عنه الـ Histogram لسه ما قلناهوش المتريكس Diagram تكلمنا عنه الـ Scatter Diagram ما قلناهوش الـ Audit الـ Design for X الـ Problem Solving والجزء اللي خاص دي كويس الـ Risk Report لا الـ Risk Report غير الـ Risk Register يعني لما نيجي نتكلم مع بعض في الـ Risk هنتكلم بالتفصيل الـ Risk Register ده عبارة عن سجل المخاطر اللي أنا بكتب فيه أنواع الـ Risk اللي احتمال تحصل خلي بقى لك احتمال يعني أنا بتكلم فيه الـ Risk Register بيطلع في مرحلة الـ Planning فأنا بحدد فيه أسماء الـ Risk اللي احتمال تحصل معايا أثناء الـ Execution عشان أخب بالي منها الـ Risk Report ده تقرير المخاطر تقرير المخاطر اللي بيقول لك يا طرى الـ Risk ده حصل ولا ما حصلش طب الـ Risk المفروض معاها حاجة اسمها Risk Response طب يا طرى الـ Response ده إحنا استخدمناه اللي ما استخدمناهوش طب يا طرى لو فيه Fall Back أو لو فيه Plan B أو Work Around إحنا استخدمناه اللي ما استخدمناهوش لو فيه Contingency Reserve إحنا ركنينه على جنب عشان الـ Risk يطرى إحنا استخدمناه اللي ما استخدمناهوش سواء بقى Contingency خاص بالـ Coast زي ما شرحنا أو Contingency خاص بالـ Time أو Duration فدي إحنا نتكلم معنا بالتفصيل اللي وإحنا نتكلم على الـ Risk ففيه فرق ما بين الـ Risk Register وRisk Report هنتكلم معنا بالتفصيل وهنا نتكلم إن شاء الله في الجزء بتاع الـ Risk إن شاء الله طيب ممتاز طيب فالـ Manage Quality زي ما شرحنا هي داخل لها شوية حاجات من الـ Quality Plan زي ما احنا قلنا ودخل لك كمان Lessons Learned وال Quality Control Measurements وال Quality Metrics والRisk Reports من الـ Documents ودخل لك كمان الـ OBA من المؤسسة هنا ما فيش EF طيب طيب بطلع إيه؟ بطلع Change Request إذا لازم الأمر وأنا شغال في الـ Process ممكن أكتشف مشكلة فأعمل Change Request عشان أعدل Process معينة وبالتالي محتاج بطلع Change Request بتاخد بتطلع زي ما انت فينا Updates البعض الـ Documents وبتطلع Equality Reports وفي نفس الوقت Test and Evaluation Report لو أنت مثلا بتعمل اختبارات زي ما دينا الـ Example بتاع اختبار المكعبات اللي بيعملوه الزملة لو أنا بابني مثلا نفق لو أنا بعمل كبري لو أنا بعمل يعني شبكات مياه صرف أو شبكات مياه صحية يعني فأنا ممكن ساعتها أعمل اختبارات مكعبات وأروح يعني لمعامل اختبارات وطلع التقارير والتقارير دي فيها نتائج الاختبار نفسه فده Test and Evaluation Report Documents وعندي أنا ممكن اعمل بعض الـ Updates من ضمنها الـ أنا ما تكلمناش عـ الـ قبل كده بس هناخده بالتفصيل الـ اللي هو سجل المشاكل فأنا ممكن أثناء الشغل يطلع لي مشكلة فأنا بسجلها في حاجة اسمها الـ فخلي بالكم في حاجة اسمها معي وفي الأجزاء اللي خاصة بيه بقى يعني هنتكلم مع بعض ان كلمة مع ناس سجل فممكن يكون فيه عندك وحاجة اسمها change log فالـ اللي هو سجل المشاكل مثلا أثناء التنفيذ اكتشفنا مشكلة ما كان عطلت مثلا فأنا بسجل الكلام ده في سجل المشاكل حصل مشكلة ما بين عامل وعامل زميله بسجل الكلام ده في سجل المشاكل وهي كذا فدي معنى كلمة إشلوج طيب وليسونز ليرند ريجستر ممكن عملله وريسك ريجستر ممكن عملله طيب نبص مع بعض عالتولز والتكنيكس يعني هتلاقي معوظم ما احنا شرحناها طبعا انتفقنا ان في الاسدار الخامس كان اسمها فلو انت جالك في الامتحان كلمة هي اياها بالضبط اللي اتنين زي بعض خلاص فالكوالاتي اشورانس هي اياها اللي اتنين نفس فكانت في الاسدار الخامس لو رجعنا الاسدار الخامس كانوا بسمينا في الاسدار السادس خلوها وانتفقنا اللي احنا زي ما اقولنا قبل كده انت ما عندكش مخرج بتدور عليه انت بتشكي على البروزس فالبروزس نفسها بتتأكد هي ماشية طبقا اللي خطة ادارة الجودة ولا لأ زي بالضبط الاجراءات بتاعت الايزو لو في حد من حضراتكم والشركة بتاعتهم معتمدة من الايزو فيقولك ان فيش وقت اجراءات لازم نلتزم بيها فانا عايز اتأكد ان الاجراءات دي بتتبع ولا لأ وقت التشغيل فهو ده اللي معنا كلمة الQA او الQuality Assurance يعني فزي ما احنا قلنا الQA focus on the process used in the project الQA is about using project process effectively it involves following and meeting standards to assure the final product will meet the stakeholder needs expectation and requirement فانا طبيعي لو انا البروزس سليمة من المتوقع ان المخرج النهائل هو الديليفراب وحيكون سليم فلو خدنا الاجزامبل بقى بتاع اللي انا بعمل كوباية الشاي فلو انا ماشي على الخطوات صحيحة بتاع بتأكد ان الكاتل سليمة بتأكد ان الكوباية نظيفة بتأكد ان المعيار بتاع الشاي او السكر سليم بتأكد ان درجة الحرارة مزبوطة فانا متوقع لو كل ده done فطبيعا ان المخرج النهائل هي فينجان الاول ولكوباية الشاي هتبقى مطابقة لمواصفات من كس لو انا اتأكدت ان البروزيس بتاع تصنيع كوباية الشاي صحيحة هي بس او قديم ميصال بسيط عشان يعني نقرب بيه المفاهيم يعني طيب the quality manager and the project team may use the organization quality assurance department بيقولك احيانا في بعض المؤسسات بيبقى فيه حاجة اسمها ادارة التوكيد الجودة او quality assurance فانا ممكن احيانا استعين بيهم لو انا شغال مثلا في matrix organization او لو انا شغال في projectized organization فانا ممكن استعين باحد الزملاء يعني من ادارة اخرى يساعدوني فيه تطبيق معايير الجودة وده بتحصل في بعض المشاريع خصوة المشاريع الانشائية quality assurance department usually have cross organizational experience in using quality tools and techniques بيبقى ممكن يكون عندهم خبرات اكتر من مدير المشروع لهم يستخدموا الادوات بتاعت الجودة وده برضو مفهوم من ادارة الجودة الشاملة ركزوا على المفهوم ده مهمة قوي كل واحد في المشروع مسؤول عن جودة المشروع فدي برضو احد المفاهيم اللي موجودة في ادارة الجودة الشاملة يقولك ان الجودة مسؤولية الجميع ويقولك ان كلمة جودة بمنطقة البساطة معناها اتقان معناها احسان فلو انت بتتقن في عملك وزميلك في المشروع بيتقنوا في عملهم طبيعيا في الاخر المخرج انها هيبقى مخرج جيد جدا على عكس بقى الناس ما بيقدمش عمله بطريقة سليمة في الاخر هتلاقي المخرج النهائي غير جيد فلو اخدنا مثال حتى بسيط ندخل مثلا ان عندي شركة سياحة عامل للنظافة مش شايف شغله صح وبالتالي المظهر الجمالي مثلا ندخل انا سايح مثلا وداخل شركة سياحة لقيت الكوباية مش نضيفة لقيت المنظر بتاع الاوتيل او بتاع شركة السياحة فالطبيعي ان الامج اللي هتتكون عندي او البرسيبشن ناحية الشركة دي او للشركة دي مش كواسف هتخيل ان لو عامل النظافة او الوفيس بوي مش فاهم شغله صح ممكن يأصل على الامج بتاع المؤسسة كلها نفس القصة لو انا مثلا بنك نتخيل ان السيكيوريتي جارد حارس الامن مش شايف شغله صح نتخيل مثلا لو في وسط الوردية قرر مثلا يسيب الوردية ويروح يصلي او يروح ينام او ياكل او اي حاجة طب ما ممكن البنك يتسرق طب ما ممكن تحصل كارسة وبالتالي لو انت عندك اصغر عامل او اكبر عامل مش فاهم معايير الجودة ده ممكن يأثر على المؤسسة ككل عشان كيقولك ان الجودة مسؤولية الجميع كلنا مسؤولين على الجودة الراجل بتاع الـ HR مسؤول على الركروتمنت والسليكشن هو يختار الناس بعناية شديدة الراجل بتاع الحسابات مسؤول هو يطبق المعايير المحاسبية في شغل بتاع الحسابات الراجل بتاع الانتاج مسؤول هو يطبق المعايير بتاعت الجودة في شغل الانتاج وهكذا فلما نيجي نتكلم على قدارة الجودة الشاملة بمفهمها المعاصر يقولك ان احنا بنطبق الجودة على كل حاجة في الشركة من اكبر حد اللي هو رئيس مجلس ادارة بقى والعضو المنتدى بقى السي او او غيرها لغاية اصغر عامل لازم بفاهم ايه هي المعايير بتاعت الجودة اللي لازم اخد بالي منها في الحتة بتاعتي عشان اعرف علىكس في شغل صح طيب الكلام برضو سواء على الووترفول او الاجايل فبردو نفس القصة لو انا شغال في الووترفول او انا شغال في الاجايل اللي اتنين عندهم طبيل معايير الجودة فيقولك وممكن في ادارة المشروع الووترفول يبقى في عندي قسم مخصص للجودة او فريق معين لادارة الجودة بس يا بصفة عامة الجودة مسؤولية الجميع طيب المدخلات زي ما اتفقنا البروجيك ماناجمين تبلان الدوكمنس ايه الاو بي ايه طيب الطولز والتكنيك ستكلمنا على بعضها الشيكليست شيكليست حاجة عاملة زي كده لست قايمة وفيها تشيك فزي ما اتفقنا مثلا انا عندي مثلا الكاتل سليمة مش عارف كزا سليم كزا سليم احط علامة صح او عندي فيباند الملاحزات غلط وفيه عندي مشكلة كذا فدا اللي بيسمو شيكليست يعني الData Analysis Alternative Analysis Document Analysis بروس analis basin كودا اتكلمنا عنو الRoute Cause Analysis دي برضو من ضمن الحاجات الجديدة يعني كلمة root cause اللي هي السبب الجذري كلمة root يعني جذر عارفين اللي هي roots يعني اللي هي جزور بتاعت الاشجار او الجزور بتاعت الورد فده بيسموه جذر او اللي هو يعني الأسباب الجازرية. يعني مثلا أنا عندي مشكلة في المشروع. أنا في حاجةة اسمها السبب وفي حاجة اسمها العرض. أو حتى احن بينها العرض والمرض. فلوف بعيدنا شوي عن إدارة المشاريع مثلا يعني. فأنا ممكن أروح للدكتور لقدر الله. عندي مثلا ضرجة الحرارة عالية. عندي ضغط عالية. عندي السكر عالية. عندي أي سبب. فساعتها الدكتور في حاجة اسمها السبب او المرض والعرض. فكل لنا بقوله دي اعراض. عايزي أعرف وابقاء إيه السبب اللي خلى السكر يرتفع؟ أو إيه السبب اللي خلى الضغط يرتفع؟ أو إيه السبب اللي خلى مثلا درجة الحرارة يرتفع؟ فعايز يوصل لـ فممكن لقدّر عليكم أن عندك مشاكل في القلب . مقدّر اللي عندك مشاكل في الكلسترول ، مقدّر الله عندك مثلا فيروس او عندك بعكتيريا او عندك حاجة يالي رافعت درجة الحرارة فلما ييجي الدكتور لو عالج هناك فقط انت كده معالجش المشكلة. فممكن مثلا يديك دواء ينزل الضغط او يديك دوا يقلل السكر او يديك دوا يزبط الحرارة. بس لسه الروت كوز موجود. بس عايتها الدكتور يطلب منك تحاليل واشعة ورسم قلبه وشوية فحوصات وتروح له مرة تانية يبتدي هو يعمل دياجنوزين كده او فحص لكل الحاجات اللي انت بتقدمه له. يقول لك او انت المشكلة مثلا عندك فيه الشريان التاجي عندك لقدر الله محتاجة عملية قلب مفتوح هو ده اللي بيرفع لك الضغط. فكده وصلنا للروت كوز اللي بيرفع الضغط. فمهما الدك دوا ينزل الضغط لسه الروت كوز نفسه او الروت كوز نفسه موجود. ولو معنا طبعا حد من الاطباء يقدر يأكد لنا صحة المعلومة. بس هي بصفة عامة ان في حاجة اسمعه مرض وعرض. فدي نفس القصة بالضبط. انا عندي مشكلة في المشروع. فانا عايز اعرف ايه الاسباب الرئيسية اللي بتخلي المشكلة دي تظهر. عشان لو حلت الجزور بتاعت المشكلة المشكلة هتختفي. وهو ده معنا كلمة الروت كوز نفسه. الديسيجن ميكين كلمنا عنه كتير. اللي هو اتخاذ القرارات. الدياتا ربريزنتيشن اتكلمنا على الافينيتي دياجرام. دي برضو مهمة جدا. بيجي عليها السئلة في الامتحان. في بعض الكتب والمراجع بيسموها الفيش بون. وفي بعض الكتب بيسموها واي واي دياجرام. وفي بعض الكتب بيسموها ايشي كاوة. كل دي كلها حاجة واحدة. نبص على الفيش بون. حاجة عاملة بالشكل ده. يعني الفيش بون. تلاقيكو زي ما انش شايفيه كده عاملة زي الهيكل بتاع السمكة. يعني اعتبر معين دي الراس بتاع السمكة. وكأن دي بقى مش اقول عمود الفقري عشان السمكة مالهاش عمود فقري. ليه سلسلة ضهرية اللي فيها الاشواك بتاعت السمكة. فهي دي الفيش بون زي ما انش شايفينه. فممكن يكون عندي مشكلة الماء. المشكلة دي يكون سببها محتاجة تعمل لها صيانة. او سببها بروسس محتاجة يحصل لها ري انجينيرينج. او سببها مثلا بيبل محتاجين ياخدوا ترينينج. او سببها ماتيريالز محتاجين تتغير. او انفيرومنت نفسها مش صحيحة. او محتاجة يحصل لها يعني معالجة. او عندك مشكلة في المانجمنت. فان يعني مثلا فيه ديفيكت بيطلع عندك في المنتج. ده بيطلع الديفيكت ده العامل نفسه محتاج ترينينج. ولا المكانة محتاجة الصيانة اللي بتطلع الديفيكت. او او مثلا البروسس محتاجين انه اعدل فيها شوية. او مثلا الرو ماتيريالز اللي بندخلها على خط الانتاج محتاجة يعني اعادة تغيير مثلا. ممكن. فالروت كوز اناليسيز مرتبطة تماما بيه الكوز اند افكت ده اجرام. الاتنين بيكملوا بعض. فالروت كوز انا عايز اكتشف السبب الجذري المشكلة. والفشبون بيحط لك الكوز اند افكت. يعني بمعنى صح. ايه الاسباب وايه الافكت او تأثيرات بتاعتها. بمعنى صح. فده من ضمن التولز الاسسية في الجودة ولهي تطبيقات كتيرة في ادارة المشروعات. الفلو شارت اتكلمنا عنها. فهمين يا شباب ولا حدا عنده مشكلة? حدا عنده سؤال? الدنيا واضحة. اتفضل يا ماجد. طب انا عندي سؤال احنا اتكلمنا على مهمة جدا في بس انا عندي سؤال بالنسبة للطول يعني احنا بنستخدمها دايما في او في عامة بس مش هنا. انا دلوقتي لما عندي موظف مؤثر على نالج عنده نقصة انا محتاجة اعمل له كوتشنج وعمل كوريكتيب اكشنز. ما هي موجودة ماجد لما نتكلم المحاضرة الجاية في الريسورسز مانجمنت. يعني الريسورسز مانجمنت لها ادارة موارد المشروع. فانت عندك اما بتدير الات ومعدات محتاجة مسلا صيانة دورية. او بتدير افراد. فالافراد فعلا محتاجين ومحتاجين كوتشنج ومحتاجين 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 حاجات كثيرة هنتكلم عنها المرة الجاية. طب ليه مش مانجمنت في الكواليتي مانجمنت. يعني انا دلوقتي في الكواليتي مانجمنت جزء اساسي منه ان انا لازم اعمل كوتشنج وفيدباك دايما لو انا بتكلم عجايل لازم اعمل يعني فايس تو فيس اا انستان فيدباك ولو بتكلم على اووترفول انا بدي فيدباك في الاخر بعد كل مرحلة. فاياني ليه مش مانجمنت في الكواليتي خصوصا. انت كلامك منطقي يعني هنا ذكرنا مسلا في عجالة في حتة البروبلم سولفنج. اه تمام. بس مش ذكرنا يعني ليه مش قايلين حتة الاتش ار عشان دي كده ولا كده موجودة يعني مسلا ذكرنا برضو كواليتي بس مش ذكرنا في حتة الهيومان ريسورسز عشان فيه سيكشن كامل ايه المخاضرة اللي جاية ان شاء الله تعالى هنتكلم فيه بالتفصيل على يعني الاتش ار معنجميات. شكرا بديكلم كلها ازاي بيدير فريه العمل او احد يعني الاجزاء يعني زي ما قلتلكو برضو في الاصدار الخامس كان اسمها اه النولوجي اريا كان اسمها اتش ار وفي الاصدار السادس خلوها ريسورسز معنجميات شاء له كلمة الاتش او شاء له كلمة الهيومان يعني. فتكلم بصفة عامة في الاصدار السادس على ادارة موارد المشروع فممكن يكون عندك موارد فيزيكال اللي هي زي آلات معدات مكان غيرها فده ممكن يكون محتاج مسلا صيانة وعندك موارد بشارية فدول محتاجين ايه? محتاجين زي ما انت اقولت بها محتاجين ومحتاجين 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 دعم نفسي محتاجين تحفيز محتاجين حاجات كسيرة هنتكلم عنها المحاضرة اللي جاية من ضمنها مسلا الـ problem solving لو عندهم مشاكل نحلالهم او الـ issue لو عندهم issues نحلالها. conflict management. إدارة السراعات فدي كل هنتكلم عنها المرة الجاية عشان المرة الجاية التحديدة متكلم على الهيومان ريسورسز مانجمينت اللي من ضمنها الهيومان ريسورسز مانجمينت. معي ماجد? بس انت كلامك منطقي ان طبعا الجودة زي انا اسا قالين ان الجودة دي شاملة بتشمل كل حاجة في الشركة بما فيها الافراد طبعا. تمامي دكتور الف شكرا. طيب منتازة ماجد. هاي. طيب فده سريعا اتكلمنا على الفيشبون اتكلمنا على الروتكوز اناليسز. طيب منتازة. برضو من ضمن التولز والتكنيكس طول احصائية شوية اسمها الهيستوجرام. لو فيكو حد يعني بيدرس احصى. الهيستوجرام دي عبارة عن طريقة بمثل بيها البيانات. اه يعني لو فيكو حد بيدرس احصى يبقى بشكلها عاملة بالشكلة ده بالزبط يعني هتسمع لكم حتى. هتلاقي الناس اللي بتدرس احصى شكل الهيستوجرام بالشكلة ده يكون عندك فيه حاجة بالشكلة ده. هتلاقي عندك بيطلع لك يعني مثلا حاجة بالشكلة ده بيطلع لك حاجة بالشكلة ده جنبيها مثلا. وهكذا يعني البارز اللي جنب بعض دي بنسميها هستوجرام او الرسمة دي نفسها بيسميها هستوجرام. فهي طول احصائية في الاساس ولكن احنا بنحتاجها في يعني بيحتاجها في شغل الستاتيستيكس في احصى وكمان في شغل زي ما قلت لكم الجودة بصفة. على فكرة فيه حاجة كثيرة وفي الجودة بتعتمد على الاحصى. يعني حتى تلاقي الناس اللي بيدرسوا علوم الجودة تلاقيهم كمان بيدرسوا احصى. اي 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 دكتور التريند اناليسيز؟ لا مش زي تريند اناليسيز. اللي بتبقى وسيلة عندي عندي تحت اللي هو ال x-axis ده بيبقى زي كده continuous numbers وعندي ال y-axis بيبقى حاجة عاملة زي ال frequency او التكرارية. يعني عندي x-axis y-axis على سبيل المثال. فعندي ال x-axis بيبقى continuous numbers. يعني مثلا ممكن احط لك مثلا ال x ده ال edge. على سبيل المثال. واقول لك مثلا السن من وليكن مثلا من ثلاث سنين لخمس سنين. وعندي من خمس سنين مثلا سبع سنين. من سبع سنين لتسع سنين. وعايز اشوف هنا ال frequency بقى العدد. يعني كم واحد في الرنج ده كم واحد في الرنج ده كم واحد في الرنج ده. وارسم رسمة زي كا بيسموها histogram. ال x-axis اللي بيعملها. وبرامي كتيرة بيعملوها ال s-b-s-s وهي الميني تاب وغيرها يعني. فده بيعملك يعني رسمة زي الرسمة دي بيسموها histogram. ده الاسم العلمي بتاعها. معايا فدي طول احصائية بنستخدمها في الجودة وبنستخدمها في حاجات تانية كتيرة يعني. مثلا ال research methodology ممكن يستخدموها. الحاجات ال physics ممكن يستخدمها. بس هي عبارة عن graphical representation of numerical number. بس هي بتبقى continuous numerical number. يعني مش discrete. it can show the number of defects by deliverable. يعني ممكن مثلا نحسن من خلالها عدد الأخطاء اللي ظهرت مثلا في ال shift كزا. او ظهرت في الوردية كزا. فممكن اطلق استخدمها يعني. الماتريكس دي اجرام. كلمنا عنها المرة اللي فاتت. الماتريكس اللي هي المصفوفة. ال scatter diagram هي دي شبه الترند برضو. ال scatter diagram. بتديق علاقة ما بين two variables x و y. يعني مثلا لو جينا بصينا على ال scatter diagram. فبيبقى في عندي محور x. عندي محور x. ومحور y. ال scatter بقى عبارة عن ايه؟ انا عايز ارسم علاقة ما بين x و y. فانا ممكن يكون في عندي اكتر من نقطة كزا. زي ما انتم شايفين. نقط 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 scatter. بالشكل ده. شايف شايفينه ولا لا. وهو يرسم لك علاقة ما بين x و y. ممكن يطلع لك الناس اللي درسوا بقى correlation or regression analysis. ممكن يطلع لك خط زي كده مثلا. يبقى لك العلاقة ما بين x و y. فدي بيسموها scatter diagram. الطريقة دي. برضو ده tool احصائية. فده graph that shows a relationship between two variables. for example x and y. فممكن اعمل ما بينه correlational analysis. اطلع regression equation. يعني كناحية احصائية. وبردو ممكن استخدمها في الجودة. طيب ال audit. ال audit زي ما انا قلت لكم. اللي انت بتتابع حاجة. فبقى عندك فيه process. فانت بتتابع الحاجة دي. عشان اتأكد الحاجة دي done ولا مش done. فال audit يعني زي observation معنا صح. بس هنا بتبقى ال audit is structured. يعني فيه خطوات بقى مش عليه. independent process. احيانا يبقى فيه external auditor. يجي يعمل عليك متابعة. زي بالظبط كده. لو انا جبت مثلا حزم حسن. كمراجع مالي. يعمل مراجع عليه قوائم المالية بتاعتي. او للحسابات بتاعت الشركة بتاعتي. فده بيسموه auditor. مراجع. بس المراجع ده جيلك من بره. فممكن يجيلك واحد من بره الشركة خالص. يعمل عليك audit زي بظبط ال ISO. فانا ممكن احنا مثلا واخدين ISO 9001. وشغالين بها. يجي حد من الشركة المانحة. تعمل عليك audit. عشان تتأكد لانت ماشي. تبقى للاجراءات بتاعت ال ISO ولا لا. فده بيسميه auditor. فالاوديتور ممكن يبقى واحد من بره المشروع. او ممكن يبقى واحد من جوه المشروع يعمل عليك audit. الكوالاتي امبروفمنت بروسس. زي ما دينا اجزامبل بتاع دي مايك. او البلان دو تشيك اكت. اللي هي البيديكا. ففيه بيديكا طبعا وفيه السيك سيجما. اللي هي البيلان دو تشيك اكت. فدي بيسموه ايه? كوالاتي امبروفمنت تولز. اللي انا التحسين المستمر. اللي انا بكتشف المشكلة وعالجها. وكمان امنح حدوثها او تكرارها مرة تانية في المستقبل. بلان دو تشيك اكت. كل يعني التولز اللي انا بشرحها لكو دي كلها موجودة في الجودة. يعني لو حد من حضراتكو درس كورس مثلا في التوتال كوالاتي مالجمنت او السيك سيجما او اللي هي المانيفاكت. شانك هتلاقي نفس التولز دي بيشرحها لك برضو. عشان التولز دي جينيرا على الجودة. بس انا عمل الله اسقاط على جودة ادارة المشروع. يعني انا انت وفي اللي عز وجل انا سيك سيجما سيرتفايد بقى لي مثلا حوليه سبع سنين. فنفس الكلام ده كنا بندرسه في كورس السيجما. يعني نفس الكلام ده بالزبط. بندرسه في كورس السيجما. فعشان كده بقول لكم فلو انت درسوا كورسات جودة سوابقا توتال كوالاتي مالج من سيك سيجما لمنفاكتشنين. كل الكلام ده هتدرس فيك الكلام ده بالتفصيل. الديزاين فور اكس برضو بنستخدمها في المشاريع الهندسية اللي انت بيبع عندك specific equation او statistical method. من خلالها بتغير تكتشف ال defect او characteristics معانا في البرودكت. فإذا set of a technical guidelines that may be applied during the design of product for optimization. وفي specific aspect of the design. يعني على سبيل المثال اكس دي ممكن تبقى variable. ممكن مثلا الاكس دي تبقى الريليابيليت بتاع البرودكت. او تبقى مثلا ال deployment بتاع البرودكت. او تبقى ال cost بتاع البرودكت. او تبقى يعني كان عايز اوصل موضوع في معادلة. المعادلة دي مبين يعني specific x. x دي كانوا يعني variable. ال variable ده ممكن يبقى safety. ممكن يبقى reliability. ممكن يبقى quality وهكذا. ودي برضو طول احصائية بنستخدمها في التصنيع بصفة عامة يعني في المانيفاكتشنين. واخر حاجة problem solving. حل المشكلة بقى. احنا اكتشفنا مشكلة في ال quality control. حدفناها على ال manage quality بنحله. ممكن الحل التطبع اللي احنا اخد change request. او ممكن وانا اشغال في process معانا اكتشفت مشكلة. احنا محتاجين نعمل training للناس. محتاجين نعمل لهم document او نطلع لهم manual مثلا. عشان الناس ما تغلطش الغلطة دي تاني وهكذا. المخرج بتاع العملية quality reports تقارير الجودة. لو في مثلا عندي بقى حاجات محتاجة rework. حاجات محتاجة defect. حاجات محتاجة repair. خصوصا الحاجات اللي جايلي من quality control. حدف عليا. وبرضو لو انا عملت بعض الاختبارات. المستندات بقى والنتائج بتاعت الاختبارات. زي ما قلتلكم الناس اللي بنعملها مثلا في المعامل بتاعت الاختبار. يعني لقدر الله حد فينا رح عمل تحليل. ما بيطلع لك ورقة. الورقة دي هي test and evaluation documents. فاهمنا؟ لقدر الله حد عمل تحليل صورة دم كاملة مثلا. او عمل تحليل كولسترول او سكر او غيره. بيطلع لك ورقة. فالورقة اللي بيطلحها لك. هي دي test and evaluation documents. طالب بساطة يعني. اه وممكن نعمل change request زي ما اتفقنا. ونعمل updates to the plan. وupdate لمجموعة من الدكن. طيب مين عنده سؤال قبل ما يدخل بروس الاخيرة؟ كويس. ماجد بيسل كانوا يهاف ان اجزامبل فور زا ديزاين فور اكس. مثلا اماجد. فانا عندي مثلا هحط اكس ده اللي هو على سبيل المثال safety. فانا عايز اتشك. يا ترى المعامل بتاع الامان بتاع العربية عامل ايه؟ طبعا المعامل الامان ده بيدخل فيه حاجات كثيرة قوي. من ضمنها مثلا العربية على السرعة ما بتترجج ال stability بتاع العربية. مثلا لو لقدر الله حصل تصادم ال airbag شتغلت ولا لأ. لقدر الله عربية تقلبت. الشخص اللي جوه ده هيحصل له ايه؟ ففيه عندي حاجات كثيرة قوي ممكن. اكون اهست Pragmatarta الامان على سبيل المثال. فانا ممكن ال x ده لها يعتبروا امان او ممكن ت Pearl HatCome individuals. مثلا احتملوا تكلفة. يا ترى إيه اللي بيزود تكلفة انتاج العربية؟ ممكن مثلا لون الديهنات. ممكن مثلا القطع الغيار. ممكن مثلا المئاسات بتاعت العربية stuffedيمينشنز بتاعتها. ممكن مثلا الوزن بتاع العربية هويفرق معايا في التكاليف. ممكن مثلا الرفاهية او معاملات الرفاهية لد هنا العربية هتفرق معايا في تكلفة العربية ممكن . يعني معنى اصح ان انا بعمل ديزاين تشيكليست ان انا اتست بيها الامان او الاسبيد كانك بتحدد الكاركترستيك اللي بتأثر في الكوست او الكاركترستيك اللي بتأثر فيه الامان وهكذا بمطالب بساطة شكرا حبيبي تقلص لما طيب اخر بروسس معنا النهاردة الكنترول كواليتي ودي برضو سهل او بسيطة احنا تقريبا قلناها زي ما قلت لكم الكنترول كواليتي داخل لك ديليفرابل بتتأكد الديليفرابل ده مطابق لي معايير الجودة ولا لا فمثلا انا عندي مثلا يعني specific characteristics لتصميم العربية فانا دوقات العربية طالعالي من المصنع فانا عايز اتأكد ان العربية دي مطابقة لمواصفات ولا لا طبعا ده لو انا بتكلم على operation طب لو انا بتكلم على project انا مثلا عايز ابني مصنع فدوقات انا بسلم المصنع للعميل فانا عايز اتأكد المواصفات اللي اتفقنا عليها في الجودة مثلا لو فيه مثلا معاملات مثلا لي الفايرفايتنج معاملات لي مثلا لي الكاميرات المرأبل اي حاجة اللي هي علاقة بالجودة فانا عايز اتأكد دي اتطبقت ولا لا فدلك بنتكلم عنه فبرضو نفس القصة هتلاقي معظم بقى tools وال techniques احنا قلناها يبقى انا دخلي هنا الاساسي بقى خلي بقى لك انا في مرحلتك دلوقتي المونتوراندو كنترول وبالتالي المونتوراندو كنترول يبقى يدخل لي data وانا مغمط تطلع في صورة information وchange request زي زي كل العمليات بتاعة المونتوراندو كنترول فدخلالك data طلعالك change request وinformation طيب كمان دخل لي deliverable ده هو ده بقى لطلعلي من integration المخرج نفسه المخرج ده قده محاجم الاتنين يهما يعدي وبالتالي هيبقى verify deliverable يهما في مشكلة بنقول ايه نتائج الاختبار ونحدفه على manage quality عشان خاطر ايه نعالج المشكلة واضح يا شباب فهو ده العلاقة ما بين control quality وال manage quality تاني ال control quality بيتشك على deliverable يعني انا خلاص عندي مخرج المخرج ده قبل ما اسلمه اوصل لمرحلة validate scope واوصل لمرحلة close للمخرج ده بعدي على control quality وده من حاجم الاتنين يهما هو مطابق ليه معايير الجودة فهيعدي هيتحول لverified deliverable يهما هو فيه مشكلة ما فمش هيعدي من الاختبارات فساعتا هعمل change request عشان اعدل deliverable وكمان بحط بالقياسات اللي خاصة المشاكل فين عشان لما يروح للمانage quality يصلحوه ساعتا يبقى عارفين الدفكت فين بالزبط تهمنا؟ طيب يبقى انا عندي المدخلات ال quality management plan كل دول اتكلمنا عنهم test and evaluation document اللي جاء لي من المانage الapproved change request ودي برضو مهمة جدا ممكن يكون كان فيه change request معين وتوافق عليه توافق عليه فانا واخده في الاعتبار وانا بتشيك ال deliverable يعني مثلا احنا كنا بتفين على deliverable معين وجينا في النص حد عمل change request غيرنا في شكل deliverable فجينا دلوقتي في مرحلة control quality انا عايز اتأكد ان ال deliverable ده تبقى لآخر approval تم على change request كان فيه سؤال اسلام ادهلنا من حوالي اسبوعين كده على الجروب في الحتة دي بالظبط نرجع بقى نجاوب على السؤال ده اسلام صابر يعني هتجاوب لكم عليه على ال what's app انا قلت مستني بس بعد ما نخلص الحدوط عشان نجاوب على السؤال ده فكان فيه سؤال اسلام ادهلنا في الاول كده ما كنا بنسه في ال framework وحتى انا قلتله لسه وقت السؤال ده مجاش لما يجي وقته هنرجع للسؤال نرجع دوقتي للسؤال ونجاوب على السؤال ده الحتة دي بالظبط طيب فهنا بنتكلم على approved change request لو فيه change request توافق عليها وال deliverable نفسه وال data وال EF وال OBA طب المخرج ال quality control measurements ال verified deliverables ال work performance information change request وشوية update على ال plan او على document ايه tools والتكنيكس هتلاقي معظمة خدناها checklist خدناها check sheet الفرما بين check sheet و check list هناخدها دلوقتي statistical sample ما خدناهاش questionnaire و survey خدناها performance reviews road cause inspection data representation testing كل ده قلناها el cause and defect control chart ما خدناهوش el histogram قلناها وال meeting قلناها وال scatter diagram قلناها يبناس فيه تلاتة بالظبط ما خدناهوش نفهمهم مع بعض حنتكلم برضو في النقطة دي واجدي حيث التقييم الموردين حنتكلم معنا في procurement فلما يجي نتكلم في التعاقدات حنتكلم بقى لأنا ممكن طلع عندي supplier list وازاي بقيم الناس وبطلع ازاي يعني الطريقة بتاع التقييم الموردين فدي مش وقتها دلوقتي بس هنتكلم معنا في procurement ان شاء الله لما ندخل الجوز بتاع procurement فهنأجل السؤال ده بتاع التعاقدات وارجع لحضرتك وارد عليها طيب ما كلمنا على كل ال-inputs ما فيش مشكلة ال-checklist اتكلمنا عنها ال-check sheet زي كده مسلا ده بيسميه check sheet يعني مسلا في عندي مشكلة صغيرة اكتشفناها مرة واحدة مسلا يوم السبت اكتشفناها مرتين يوم الحد اكتشفناها مرتين يوم التلات اكتشفناها مرتين يوم الخميس على مدار الاسبوع اكتشفناها سبع مرات كان عندي مشكلة تانية بالشكل ده ما ظهرتش يوم السبت ظهرت مرة يوم الحد ما ظهرتش الاتنين ما ظهرتش التلات ظهرت مرة على مدار الاسبوع وكذا فده اللي بنسميه check sheet كأن sheet كده بحط فيه شوية ارقام فيها عدد دكرار المشكلة او عدد دكرار defect statistical sample الناس اللي شغالة فيه البردو الاحصى يقول لك ان فيه حاجة اسمها population اللي هو المجتمع البحسي وفيه حاجة اسمها sample او العينة فمسلا لو انا عايز اعمل destructive test المصنع بيطلع مثلا الف عربية في اليوم طبيعي جدا اللي انا مش اخد الف عربية عمل لهم destructive test ولا المصنع يقفل فطبيع اللي انا مثلا ممكن اخد عربيتين من كل الف او ثلاث عربيات او خمس عربيات فدول بسميهم sample والسامل ده ليه size ليه حجم فانا ممكن اختار عينة من خط الانتاج او من المصنع او من المخرج اعمله testing ولكن بطريقة احصائية فده بيسميه statistical sample questionnaire انا فيجا ده برضو اللي بيحصل مثلا لن باجيعمل تحليل دم هو ما بياخدش الدم بتاعك كله يحلله ده بياخد عين الدم فالعينة اللي بياخدها الدكتور في المعمل او الممرض ده بيعمل ايه بياخد sample صغير كده نقطتين تلاتة يدخلهم على software اللي عنده والشغل التحليلي وطلالك النتيجة طبعا النتائج sample بيفيها نسبة error ما بتبقاش بقيقة يعني مية في المية ولكن ما ينفعش ياخد population كله يعني لو سحب دمك كله طبعا الانسان هيموت فاحيانا بنضطر نعمل sampling عشان يعني to save life عشان قطر نوفر وقت عشان قطر نوفر تكاليف نوفر مجهود فده بنسميه statistical sampling الperformance review كلمنا عنه الroot cause analysis كلمنا عنه inspection الفحص كلمنا عنه كله ده قلناه التستنج هنا بقى المخرج نفس قلوها المنتج نفسه فانا عايز تأكل المنتج مطابق المواصفات فانا بعمل اختبارات بقى على المنتج النهائي عشان خاطر check ليه معلش يا ماجد مع زر تاني ماجد طيب الـ data representation اتكلمنا عن cause and effect الhistogram الـ scattered الcontrolled chart دي جده علينا الcontrolled chart chart يعني يعني رسم بياني فالرسم بياني controlled chart بيبا زي كده بالظبط في عندك lower control limit و upper control limit وممكن النقاط اللي عندك تبقى في النص لو طلعب بره بنسميه outlier ولازم نعرف هي طلعب بره ليه فانت عندك مشكلة لو هنا تحت لو عندك مشكلة وهنا فوق اديك مثلا مثال مئياس الزيت بتاع العربية مئياس الزيت بتاع العربية لو انت كل شوية عملت إيس الزيت ولقيت المئياس ما بين المنمم والماكسيمم ما عنديش مشكلة بس لو لقيت مئياس الزيت ماكسيمم في مشكلة العربية ممكن يعني الزيت يطلع بره المطور وممكن يبهدلك العربية او لو لقيت الزيت تحت المنمم عندك مشكلة اللي انت ممكن لقدر العربية المطور يفوت او يحصل عندك مشكلة نفس القصة بصدرت لو عندك ترمبة المية فانت عندك فيها لها ماكسيمم وليها مينمم وانت كل يوم عملت إيس او كل يومين ثلاثة عملت إيس منسوب المية طول ما منسوب المية بتوين المينمم والماكسيمم انت في امان لو طلعت فوق الماكسيمم انت عندك مشكلة عربية ممكن تسخب ولو برضو طلعت تحت عندك مشكلة وهكذا فده معنى كلمة انت عندك وانت كل شوية عملت اخد إريات طول ما الإريات في النص انت في لو طلع عندك سبعة فوق او سبعة تحت انت عندك مشكلة يعني مثلا لو سبعة فوق وربعض يبقى انت متوقع انت تمنى مكتبة أو نفس القصة الو تحت الميتنج خلاص كلمنا عنه الميتنج ده لو نتكلم بلغة الاجيل بيسموها الريتروسبيكتيف ميتنج يعني ده لفز بس بالنسبة الاجيل المخرجات اتكلمنا عنها تمام وانت شكرا لكم يا شباب وتمنى نكون في التوكم اللوحب القليل ونتقابل على خير المحاضرة الجاية هرد عليك سؤالاتكم كلها على واتس اب جروب ان شاء شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته